الصحة المستدامة صوني التناظر ورحب بكم مستمعين مجدداً ورحب مجدداً بضيف العزيز دكتور جوناس عبيد الاغتصاصي في زراعة الأسنان وجراحة الأسنان هنا في باريس في فرنسا شكراً دكتور عبيد على مجيئك إلى ستوديو البث المباشر في منطقة الدولية الآن سنأخذ أسئلة مستمعين على هذا الرقم 0033969 323314 تستطيعون دائماً الكتابة إلينا بأسئلتكم كتبياً على هذا الرقم 003360729 4972 أول اتصال يأتينا من الإمارات من سوسن ألو سوسن مرحباً أهلاً مساء الخير كيفك سوسن شكراً ألو صغير أنهم يعني أكيد الزراعة بكثير من الأسنان من الكرتيب لكن الزراعة ما لابد من أقل الزراعة أنا بعتذر منك سوسن الخط عم بيقطع فما عم نفهم شو عم بتقولي نسمع كلمة على اثنتين وبالتالي لن نسمع جيداً سؤالك هل فيك تكوني في مكان في إرسال أفضل بليز أوكي هلأ ما بعرف هلأ أحسن جربة يهلأ هلأ أحسن أفضل أفضل تفضلي وإذا عنديك إيرفون شيليا بليز لأنه بتقطع الصوت كمان بس لدي لك شغلي أنه أنا عم أقول أكيد الزراعة أحلب كتير يعني جمالياً وحتى وظيفياً من السن التركيب ولكن اللي بدي أقوله أنه ليست بمتناول الجميع نظراً لكلفتها الغالية صح 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 سوسن متى ستصبح ديمقراطية متى ستصبح بمتناول الجميع نعم سؤال مهم كتير طبعاً أكيد خليك معنا سوسن لكي تسمع إيجابة الدكتور تفضل أكيد أنا بفهمها أكيد بفهمها لسوسن وفي كتير ناس يعني حتى هنا في فرنسا ما بيقدروا يعملوا الزرع لأنه الكلف غالي بدي أقوله شغلي أنه الكلف غالي لأنه المعدات كتير غالية يعني إن كانت الزرعة اللي بنعملها أو كان يعني التيتان غالي نعم تحضير تحضير الغرفة العملية يعني نستعمل كل الأقصص اللي بنستعملها من كبة بعدين لأنه يكون الغرفي معقمي مزبوط يعني ما فينا ناخد ريسك يلتهب الجرح يعني مع العملية فكل هاي الأقصص بتقدي أنه يكون الكلفة غالية وحتى كمان ما تنسي أنه مش أنه حطينا الزرعة وبعطنا المريض ما كمان بلازم نهتم فيه في حال صار مشكل بعدين بقى فيه الكفالي كمان للشغل اللي نشتغله هلا أكيد إن شاء الله مع الوقت أنه بما أنه عم بيصير فيه كتير شرك بيعملوا بيصنعوا بيصنعوا الغرزات شوي يعني الكلفة عم بتخف شوي بس بعدها أكيد بعدها غالية نعم خاصة الشخص اللي عنده عدة أسنان وليس فقط سن يعني في حالات في حالات وقتا يكون المريض مضطر يعمل كذا غرسي وعنده وجبة متحركة يعني في حالات تنوفر عليه منعمله غرسي أو غرستان ومنثبت الوجبة المتحركة يعني بيضل عنده الوجبة المتحركة يعني وما عنده أسنان بالمرة يعني بيكون عنده وجبة بقى منعمله بس غرستان ومنثبت الوجبة على الغرستان تما نضطر نحط له كل كل سنين بغرسات يعني لأنه أكيد رح تكلفه كل في أكبر بكتير نعم إذن سوسا نأمل أنه في السنوات القادمة يصبح تصبح زراعة الأسنان هيك في متناول الجميع لأنه طبعا ليست فقط هي زراعة لإستعادة جمال الأسنان ولكن أيضا لي وظيفة الفم نتمنى أكيد مؤسسات الضمان الصحي بالدول لأنه كتير يعني وقت واحد يكون عنده سنين سابت بيقدر يأكل مزبوط يعني صحته تتحسن أكيد بيقدر يمضغل الأكل بطريقة أفضل بقى لازم الضمان الاجتماع الضمان الصحي بالدول يساعد المرضى أكيد ويعملهم تعويض بالنسبة لها لها النوع من العلاج على الأقل شركة التأمين الخاصة التي تكمل طبعا ما يعطيه الصندوق الاجتماعي الوطني شكرا سوسا على طرح كذا السؤال الهم جدا في حلقتنا تحية لألك في الإمارات إلى كل مستمعينا هناك مساء الخير ننتقل إلى هايل ونبقى في الإمارات ألو هايل ألو مرحبا مساء الخير هايل كيفك؟ مساء النور كيفكم تمام؟ نعم شكرا على الاتصال أهلا وسهلا فيك تفضل دكتور عبد عميسلم دائما بسمع برنامجكم بس هايل أول مرة بحكي معكم شكرا هايل نحن سعداء أنا قلت الاسم ما بعرفه حلو كتير على فكرة هايل تفضل شكرا شكرا الله يسلمك تفضل مرحبا دكتور أهلا أهلا الحمد لله كيفك؟ دكتور الحقيقة أنا عمري أنا فايت بالتسعوة واربعين عمر كله إسلامي يا رب إسلامي وأنا من يعني عندي إنجراط لسه من تحت بالأسفل يعني نعم فعندي الستنان الأمامية اثنين تقريبا اللسه يعني ظاهر جذر السن تقريبا أوكي ودائما بيطلع جير وأنا بس بنظف الجير يعني هاي كل القصة اللي بأنا نعمل فروحت على أكتر من تهور قالوا لي ما فينا نعمل لك شي كيف يعني شو السبب قالوا لك عطيوك شو السبب ما فيوني يعملوا شي ما يقولوا لي شو السبب قالوا لي عندك انت انحصار باللسة أنا بقلك شو السبب ودائما بتكون جير عندك على طول يعني فقدك بس عليك دائما تنظف الجير نعم أنا رح قلك ليش مش عم بيعملوا لك العلاج لأنه نحن وقتا ناخد المريض تنعملوا الزرع قبل كل شي لازم تكون نيرته مش مريضة انت باللي عم تشرح لي ايه انا بعتقد انه عندك مرض اللثي هو هيدا مرض مزمن ومع سنينه ومع العمر بيزيد وبتصير اللثي تضمحل يعني وتزم على السنان تضمر تضمر اكيد بقى وقتها تضمر اللثي بيصير فيه فراغات بين الأسنان وبيصير المريض صعب ينظف مزبوط أسنانه وبتصير المشكلة متل ساركلي يعني متل حلقة مفرغة وبتصير يتعزب وبتنظيف وبتصير النير يتلتهب أكتر وأكتر الحل الوحيد انه اوقات من الطار نعمل علاج لنلثي لفترة كذا شهر يعني ممكن يمتد العلاج لفترة سنة تنقدر نوصل للثي نظيفي إذا اللثي مص نظيفي مستحيل نقدر نعمل الزرع ما هو هذا العلاج؟ هو علاج اللثي يعني بيصير نعمله تنظيف غميء للثي يعني تحت الأسنان والأسنان اللي منحسة تعبان يعني عم بتهز أو عرضها لا يعني ممكن تخلي المرض يستمر منضطر نشيلها ونضحي فيها تنقدر نوصل للثي نظيفي وسليمي سليمي أكيد ساعتها منقدر نحط الزرع بلثي نظيفي لأنه ما منقدر نعمل الزرع واللثي ملتهب ملتهبي يجب علاج اللثي يكون عندي مثل ما حكيت أنت العظم يعني كمان وضعه عادي بيكون ولا في مشكلة بتكون عندي العظم من تحت من الدام لأنه منطقة المونطون يعني منطقة الزقن منطقة الزقن فيها مبدئيا فيها عظم مزبوط في حال كان العظم خفيف نعمل زرع بس أنا يعني بشك أنه ما يكون عندك عظم منطقة الزقن الدقن يعني دايما فيه أكثرية الحالات بيكون فيه أنا أنا دكتور يعني بس أنا بدي أطول عليك يعني بس شو بتنصحني يعني أنا بحالة مثل حالتي شو بعمل شو عمل يعني مبدهيا بدك تشوف اختصاصي مزبوطي يقول لك يعني ما بعف ليش مش عم بيعطوك حل له مفروض حتى لو الحل يعني صعب وطويل لفترة طويلة لازم يكون بحالة شو بيهربوا يعني يعني بيهربوا يعني روحت أنا مسورية أنا مسورية حكي كان عمر ستة وعشرين قال لي بثلاثة وثلاثين أنت بتفقد أسنانك يعني راح يروحه يعني 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 لا لازم لي إلا ما توصل وتلاقي يعني أنا بعرف بالمناطق المناطقنا يعني في إلا ما يكون في أطبة كفوئين يعني يقدروا ياخدوك حتى لو كان الحالات صعبة أنا دايما بقول لهم للمرة ده حتى بأصعب الحالات يعني أنت بعدك شاب يعني عمرك صغير 46-49 49 سنة ويعني حتى لو العدم ضامر يعني في حلول في حلول أكيد لزرع العدم يعني حتى الحالات العدم بيكون مضمحة بطريقة قوية منقدر ناخد العدم مش حتى من يعني نحن واتنعمل زرع العدم في أربع أنواع زرع العدم لنشرح شوي بطريقة سريعة للمرة ده في الحالات بيكون نحن بحاجة مش كتير لعدم يعني سن أو سن نام مناخد العدم يا من قلب التم يعني منطقة الدقن أو منطقة ورد درس العقل يعني بتفتحه بتشيل عدم وتزرعه ومنزيده ومنزيده ومنزرعه بالمنطقة اللي نحن بحاجة لعدم وأوقات منستعمل عدم يعني بيكون هو جاي بمختبرات أكيد عدم إنسان يعني بنشيل منه الشبكي الكولاجين يعني وبينترك بس المينيرال فيه وبتنظف الطريقة بيتطهر بطريقة كتير بنحط أكيد مختبرات كبيرة يعني ومنستعمله هيك من من ريح المريض من إنه نعمله جراحة تانية تنقدر نشله العدم ومنستعمله هذا العدم وفي حالات في عنا عدم إصطناعي يعني إذا بدك تريفوسفات كالسيك يعني هي المادة اللي نستعملها فوسفات تريكالسيك بودرة عدم نستعملها والحالات الكبيرة اللي بدها يعني في حالات بيكون عنا أكتر من أربع خمس غرسات بدهم زراعة عدم هول أكيد بينعمله بمستشفى على الأنستيزي جنرال يعني بنج تخدير عام تخدير عام وأوقات قليلة من منطقة الرأس بس دايما في حلول يعني لأصعب الحالات هناك حلول هناك حتى للناس اللي بيخسروا كل سنينهم وبيكونوا بعمر كبير متقدم يعني وبيكون العدم محل بطريقة قوية منقدر نلاقيه لنحلول بقى أنا برأي إلا ما توصل للطبيب الكفوق القادر يحللك المشكلة هاي كوسلي دكتور بتكلف يعني كتير الأشياء يعني أكيد بدأ يعني صعب كتير أنا قللك هيك على الهوى بدأ بدأ دراسي مصبوط ربما هل تود التواصل مع الدكتور جوناس خارج الهوى وطرح الأسئلة ربما عبر الواتساب ربما دكتور جوناس فيك تعطيك جواب هاي سأعيدك إلى قسم التنسيق عند كاتيا ستعطيك كيفية التواصل مع الدكتور جوناس وبشكرك على الاتصال الأول فينا لو كنت تسمعنا من سنوات تحياتنا لإلك نتمنى أنك تلاقي الحال على وجه برنامجنا تحياتنا لإلك هاي وإلى كل مستمعينا في الإمارات سنسرع الوقع لأن وقت البرنامج شكرا شارف على الانتهاء دكتور جوناس وعندنا أسئلة كثيرة على الواتساب سؤال يأتينا من الكويت من عبدالله بيقول سلامي للجميع سؤالي نسمع عن تقنيات مختلفة لزراعة الأسنان مثل ألماني وسويسرا إلى آخره فما هو الفرق بينها وأيها الأفضل وشكرا لكم شكرا لك يا عبدالله إذن بالنسبة لنوع الغرسي المستعمالة المعدنية في كتير كتير شركات هلأ عم بتصنع الغرسات المعدنية في شركات أمريكية في شركات أوروبية في شركات حتى من من آسيا يعني بتصنع الغرسات هلأ كل من آسيا لازم تكون أرخي الصف أرخص أكيد أرخص لأنه اليد العاملة أرخص هلأ أنا 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 بحكم تجربتي أنا كل الشرك الشتريت منهم هني شرك أوروبية أو أمريكية كل البحوث بتقول أنه نسبة نجاح الغرسي شو مكان النوع الشركة اللي مصنعة هي تقريبا نفس الشي يعني تقريبا بتتراوحبا يعني أكتر من 95% في نجاح للغرسي بعد الزرع هلأ اللي بيفرق بين الشركة والتانية ونوع الغرسي والتانية هو إذا الشركة كبيرة بيكون عندها كل المعدات في حال صار فشل في حال صار مشكلة على التلبيس نكسر التلبيس بدنا نغير تلبيس حتى لو بعد كذا سنة أنت نفترض عملنا الزرع وبعد 15 سنة رجع المريض وعنده تلبيس مكسورة أو شي الشركة المحترمة يعني اللي بيكون بيكون عندهم يعني بيضلوا متابعة يتواكبوا المريض ويأمنوا له المواد تنقدر نصلح إذا صار مشكلة بعد كذا سنة بما أنه عم بيطور العلاج بشكل سريع وعم بيتغير المعدات هذا يعني الأفونتاج الفايد الوحيد من أنه واحد يشتغل مع شركة محترمي أكيد نعم شكرا دكتور جاناس سؤال الآن يأتينا من الإمارات يوجد معجون أسنان فيه مواد معينة توصف لللثة الحساسة أكيد 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 يعني إذا بدي أحكي بدي بسط شوي الأمور طبع شكل سريع شكل سريع هو المعجون الأسنان تقريبا في سلاسة أنواع في أنواع بيساعدوا اللثة تيخف الورم وبتكون فيها أكيد بيكون فيها مواد بتطهر اللسة وبتساعد المريض تيحصل على لسة نظيفة وسانية يعني أكيد سليمة وفي مواد بتكون تشتغل أكتر على التسوس وعلى بيكون فيها فليور وبتساعد المريض ما يصير عنده تسوس وفي نوع ثالث كمان للناس اللي عندهم حساسية بسنان بيكون سنانه كتير بتحسسوا على الماء المساقع على كل شي بارد يعني بقى هاي دي المواد بتسكر يعني بتساعد السن على تيصير أقل حساسية بس مثل ما هي عم بتقول أكيد فيه لنيري فيه نوع مثل نحن هون بفرنسا فيه كتير أنواع مثل معروف كتير هون بفرنسا بيشتغل كتير على الورم اللس وبيساعد كتير المريض يصير اللس تبع وتنزف أقل وتصير سليمي أكتر شكرا دكتور جونة سؤال أن يأتينا من الإمارات أيضا مساء الخير مساء الخير للدكتور ابنتي رباب عمرها سنتين وثمانية أشهر مكتملت أسنانها طلعت درس في الفك الأسفل في كل اتجاه ودرسين في الفك الأعلى في كل اتجاه في أي عمر تكتمل أسنان الطفل ما هو الوقت المناسب لعمل تقويم بنتي تضع أصبعها في فمها حتى الآن وهل اللواز ناتج عننا صديد شرط أخذ علاج مضاد حيوي لها أصدق لوزيت عمرها سنتين بنتها نعم سنتين وثمانية الشهور يعني تقريبا ثلاث سنين يعني بهالعمر أهم شي تنتبه على الولد تعلمه نظافة الفم كيف يستعمل الفرشي فيه أنواع فراشي أكيد صغيرة للولد الصغار أهلا 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 ما يحط إصبعه بالفم يعني أكيد ما يغير لأنه بيكون الفك بيكبر تسبب له مشاكل بتكوين الفك أنا ماني اختصاصي تقويم أسنان بس هو الفترة لازم يشوف حكيم تقويم أول أو عمر الخمس سنين أول زيارة أكيد وبيرجع حكيم التقويم ممكن فيه نوع برياجي يعني نوع جهازات صغيرة من حتى للولد في حال شفنا أنه الفك يعني الفك مش عم بينما بطريقة المزبوطة أكيد والتكويم على الأسنان يعني تكويم الأسنان هو الفترة المثالية في فترة 11 سنة بين 11 و13 سنة بهالعمر بيكون الولد عم بيفرم يعني عم بيغير أسنان الأخيرة الحليبية الأخيرة تأخذ الأسنان بقى منساعد الأسنان اللي عم تطلع نهائية تطلع بطريقة مزبوطة بقى أنا بنصح أكيد تهتم تعلم يهتم بأسنانه نعم شكرا نواصل ومن موناليزا هذا السؤال من الإمارات كيف ممكن علاج التسوص في المنطقة التي بين الأسنان بشكل سريع كمان دكتور شو نهاز حتى لو يعني شوي بعضنا عن المحور الحديث الزرع التسوص بين الأسنان في في طريقتين لعلاجه يلا الحكيم بيستعمل طريقة الفورية يعني بينظف التسوص وبيحط الرصة الرصة في كذا نوع فيها تكون رصة معدنية أو من سيراميك أو من ريزين أو في الطريقة التانية هي الطريقة اللي بتكون المش الفورية يعني إذا بدك الحكيم بينظف التسوص وبياخد المقاس طبع الكافيتيل يعني طبع التجويف طبع المطرح منظف وبيعمل بالمختبر بيعملوله مثل بروتاز بيعملوا نوع من الرصة بتكون تجي سيراميك وهو بلزقها الفرق إنه بتجي يمكن تجي أقسى شوي أو طريق يعني مالسي أكتر بتقدر تنظف بين السنين أكتر هول النوعين لحل المشاكل التسوص بين الأسنان شكرا نواصل وبشكل سريع أيضا نأخذ آخر أسئلة مرحبا سيدة سونيتا مرحبا دكتور إذا كان الفك السفلي أطول من العلوي فهل ممكن زراعة الأسنان فك السفلي أطول من الفك العلوي بس ما فهمت علي مظبوط شو أصدى بأطول من الفك العلوي هلأ إذا كان الأسنان أصدوا يمكن أو إذا أصدى أنه الفك لقدام أصبت أول شي ينعمل تقويم طيب ينحطوا الفكين بطريقة مظبوطة تبعدين نعمل الزرع تكون في طبقة جيدة للأسنان لازم نعرف أنه بالزرع لازم تكون يعني الضغط على الزرع جاي بطريقة مظبوطة إذا جاي بطريقة ملتوية بضر كتير بالزرع فأصبت تشوف أكيد اختصاصي تقويم أسنان أكيد نحن دايما نتعامل مع اختصاصي تقويم أسنان قبل ما نحط الزرع لأنه اختصاصات طبعا مكملة مكملة لبعض نعم ناخد رأي بأي متى منحط الزرع في حالات بيكون عنا بس واحد يخسر سنه سنان اللي جنب الفراغ بيقربه يعني بيطبه إذا بدك بيميله السنان فما نقدر نحط الزرع قبل ما نزبط الميلان أكيد في تقويم قبل تنزبط تنجع بعدين نحط الزرع بطريقة مظبوطة وسليمية شكرا جزيلا دكتور جوناس عباد على هذه الحلقة الممتعة معك على أجيبتك على أسئلات مستمعين شكرا كانت المرة الأولى أتمنى أن لا تكون الأخيرة أن نفتح معك تهتموا بالضيف كتير أكيد رح نجي مراتين بس ما شربنيك غير ماء المرة القادمة قهوة شكرا أو ربما عصير ليمون حامض شكرا ليمون أهضا شكرا دكتور جوناس عباد شكرا لكل مستمعين لكاتيا ليفانيس عود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة باي باي